لما نيجي نتكلم على المشكلات الزوجية وإحنا خلاص حلقات يوم الحد على طوب نتكلم عنها إزاي نزود التوافق والسعادة في حياتنا الزوجية؟ في الغالب في نسبة ما تقليش عن 75% من المشاكل اللي بقابلها في الإرشاد الزواجي بيبقى فيه حاجة كده حضرة بيبقى فيه شوية مشاكل مشاكل الكده بتتنوع وتتغير بس فيه حاجة في الـ 75% بتبقى موجودة لما نسأل لو إيه للسباب في المشكلة يقولوا الحاجة دي مع حاجات تانية إيه الحاجة دي؟ الحضرة بهذه الكسرة حاجة كده بتخلي الدنيا تولع أو بتحسسنا أن الدنيا علعت إيه يا الحاجة دي؟ إيه العصبية ما بين الزوجين العصبية ما بين الزوجين دي حاجة إحنا ما نعرفش إمتى بتشتعل وإمتى بتقف حاجة كده وليدة من الحاجة اللي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب لا تغضب أسوأ ما في العصبية إن هي مبررة أسوأ ما في العصبية إن هي مبررة تخيل كنا زمان نسمع أن العصبية دي عبارة عن اضطراب محدش يقدر يتحكم فيه محدش يقدر العصبية دي خلاص أنا عصبي ده طبع من الطبع أنا مولود به أنا مولود به كأنه بيتكلم على إن العصبية دي موجودة في الجينات بتاعتي أنا ما أقدرش أنا وارس وساعات يقول لك أنا وارس العصبية وساعات هي تقول لك أنا بتعصب زي والدتي أنا وارس دات من والدتي فبقت العصبية مبررة أنا مريز زنبي فيها بس لازم تحس كده إن العصبية لما بتيجي كده كأن فيه وضع متكهرب ليه الشخص بتعصب بتحس إن الجو متكهرب كده نحن عارفين ليه كده لأن كل واحد فينا لازم يعرف إنه هو أنا أقول لكم تعبير كده ده تعبير وارداني إن كل واحد فينا عنده سلك عريان عنده سلك عريان كده السلك ده لما شريك حياته بيلمسه بيهيج زي مثلا ما يقول له إيه أمك مالها أمي شغلك ماله شغلي حماتي إيه اللي حصل ملع حماتك الفاص كده تحس إن هي أول ما حد بيلمسها شريك الحياة بيتكهرب هل فكرة اللفظ مش هيا اللي منكهربة الموضوع المخزن في الزهن ومخزن في القلب ومالي القلب بيشحنة عاطفية غضبانية عالية هو اللي بيكهرب الحوار شريك حياته ما بيبقاش ممكن يبقى عارف مش عارف إنه هو لمس السلك الليلان ده وساعد بيبقى عارف وعشان كده احنا لازم نعمل تحالف مع شريك حياتنا بسميه أنا التحالف الزواجي عشان نغط السلك العريان ده وإني محدش ييجي جنب السلك العريان ده لغاية ما نقعد مع بعض ونحاول نحل المشكلات اللي عندنا دي لازم كل واحد فينا يحس إن التاني عاوني ليه على نفسه بدل ما يكون عاوني للشيطان عليه وده من باب نصر أخوك مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك الظالمة أو مظلومة فهو في حالة العصبية هو في حالة ظلم إما ظلم النفس أو ظلم الآخرين الإنسان اللي بينفعل بيكون من جواه حاسس أنه مش بينفعل لكن بيدافع عن الحق والصواب وبيدافع عن حقه ولو ما عملش كده يبقى هو إنسان مش راجل ساعات وإنسان مش على حق ساعات وإنسان لو إنه هو ما عملش كده يبقى ما بندفعش عن الحقيقة ويفهم اللي قدامه إنه هو غلطان لكن أيضا بطريقة غلط كمان الناس اللي بتتعصب بتكون متصورة إن العصبية هتحميه وإنها وسيلة ويصير الدفاع مناسبة جدا جدا فيروح الطرف التاني يتصور إنه هو بيهجمه آه لما حد بتعصب لما واحد لما الزوج بتعصب على زوجته هي ما بتحسس إنه هو بيدافع عن نفسه هي بتحس إنه هو بيهجمها وبيكسرها هي لما بتتعصب وما بيحسش إنه هي بتدفع عن نفسها هو بيحس إن في حد عايز يهينه فيضطره وكمان يتعصب علشان يدافع عن نفسه ونفضل في الدائرة الجهنمية دي اللي هي دائرة العصبية اللي هي في الحقيقة عاملة زي النار العصبية أحيانا بتكون كمان دي العصبية لما تكون بحق ممكن العصبية تكون أدالة تنصل من المشكلات أو من الحوار الرشيد العصبية من الزوجين دايماً بيبرروها إن هي من كترة ضغوط فعصبيتهم يكون معناها إن إحنا محتاجين دعم بس لازم نفرق ما بين العصبية في منظور الزوج وفي منظور الزوجة لما الزوج بيتعصب بيوصل لزوجته رسالة إن هو مش مقدرها أو هو ما بيفهمهاش أو هو ما يهموش كرمتها أو ما يهموش احترامها لأن وقت العصبية هو الوقت اللي المفروض ده كلام الزوجة بقى وقت العصبية هو الوقت المفروض يظهر في حفاظ الزوجة على كرامة زوجته اللي هي ست البيت ست الستات فلما بيتعصب وبيستمر في عصبيته هي يفضل جواها حاجة إن هو أهنها إن هو هي ما تسويش حاجة عنده إن هي في الحقيقة كرامتها بتهضر على الأرض في أي مشكلة الزوجة لما بتتعصب بيكون ده علشان هي بتحس إن فيه فجوة بينها وبين جوزها فبتقول له فهمني أو بتقول له أنت بعيد عني قرب مني وبيكون ده هدفها إن هي تفوقوا تفوقوا من البعد اللي هو بعيده عنه على فكرة ولعلمك الزوج والزوجة لما يتعصبوا حاجة كده على جنب كده الزوج والزوجة لما بتعصبوا على أطفالهم بيبقى في الغالب بيتعصبوا على بعض بس الأطفال دوية بتبقى وعاء يطلعوا فيهم غضب ومعصبيتهم ودي من الأشياء الجانبية اللي بتفسد الحياة الزوجية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب ما كانش أصد لا تغضب في العمل ولا تغضب بس في الطريق لكن أصد لا تغضب في أول مكان لازم يبقى فيه حسن الخلق اللي هو البيت أسوأ حاجة أن العصبية لما بتروح ناحية الأطفال الأطفال بيبقوا مشاهمين هم بيتعامل معهم كده ليه وبعد كده بيحسوا وبعد كده بيعرفوا أن عصبية أبوهم وأموهم سببهم كل واحد فيهم فيفضلوا هم حسين أن هم البيت كله بيتقلب بسبب تافه وملوش لازمة ترجمة نانسي قنقر